شوفوا بقى الفضيلة بتاعة سلة الرحم كلنا أرجوكو تختبالكو منها أول حاجة يا جماعة سلة الرحم من خصال الإيمان من خصال الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الحديث كله كله فضاء الأعمال بس بدأ بيها إيه بصلة الرحم فيؤمن بالله يعني علقها بي الإيمان بالله ورسوله يعني مش حاجة كده ملهاش قيمة في حياتنا ده متصلة بالإيمان الفضل الثاني القرب من الله تعالى وعظيم إحسانه على من وصل رحمه على من وصل رحمه لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة زي ما قلتلكو عروق الشجر المتشابك شوفوا الشجر يبقى ممتد في الأرض ليه ينزل في الامتداد بتاعه ويزيد شجر الضخم ده شوفوا العروق فيه بتبقى قد إيه هي دي شجنة الرحم فقال الله من وصلكي وصلته ومن قطعكي قطعته الفضيلة الثالثة الزيادة في العمر والتوسعة في الرزق إن في ناس بيبقوا حاملين هم إن حيجلهم أقارب ضيوف النهاردة وهم مش عاملين حسابهم يعني أبعي شين على قدهم فبيبقوا حاملين الهم أوش طب يا ترى حنكرمهم إزاي وطبعا نعارفين كرم الضيف أيضا من الخصال المهمة فليكرم ضيفة فيبقوا قاعدين كده حاملين الهم يبصوا يلاقوا الرزق دالهم من عمد الله سبحانه وتعالى لغاية بتهم والله أنا لسه واحد حكيلي بيقول لي أنا اتفاجأت بإني روحت ولقيت أختي وولدها بالليل طبعا بالليل لازم يعمل لهم عشا بيقول لي فكان ربنا رزقني من حيث لا احتسب مبلغ ما مبلغ بسيط الديوتر زوجتي زوجتي راح تجيب بي عشا من فل طعمية جبنا البيض كله وقعدنا كلنا وتعشينا شوفك أنا حاملين الهم لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد هو الرزاق المتين فما حدش ابدا يحمل هم انه حيساعد حد او انه حيأكل حد وخصطا لو كان الحد ده من الاقارب ما يحملش الهم لان دول بنسميهم ضيوف الرحمن هم جيل لك بس عشان يبقى فيه مودة مودة ورحمة وصلة بين الاخ وبين اختي وبين ابناء اختي فقدي ايه يا جماعة الامان بينفع الانسان الامان بالقدر الامان بالرزق الامان بالتوسعة ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى الكافر يبقى حينسى المسلم لا ينسى الطائر يبقى حينسى ولا الحيوان يبقى حينسان احنا فاو اخر حاجة بقى اه بالنسبة الزيادة في العمر والتوسعة في الرزق روى انس ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه او ينسى له ينسى من النسيئة يعني التأخير او ينسى له في اثره فلياصل رحمي فلياصل رحمي هيكاة دي تخلينا يا جماعة ان احنا في جميع المناسبات حتى اعياد الميلاد نروح ونصل ونحضر ونعمل فرخة فرخة بين القلوب وما نقولش ده حرام لا اصلا ما بكلمش فلانة اصلا احنا متقفقين لا معرفش ايه لان كل ده من المكارم التي حث الله سبحانه وتعالى عليها بين المسلمين ايضا من فضل الرحم صلة الرحمن سبب السلامة من مصارع السوء عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة في النوم وفيه قالت السيدة خديجة رضي الله عنها عارفين قولوها المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عنده وهو يقول زملوني زملوني وان الوح كان نزل عليه وهي الزوجة الامينة اللي دخلت عشان تخفف عنه فبتقوله ايه بتقولي الرسول عشان تخفف عنه ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا فوالله انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكس وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعيش على نوائب الحق هناك قول اثري معروف ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي قطعت رحمه فوصلها حقولوا تاني ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله يعني واحد ناس كتير اطعينه اطعينه هو ما استسلمش هو يصل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب اليه احد الصحابة قال له يا رسول الله اني اصل الرحم او رحمي وهم يقاطعون نني فماذا قال لهم له الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال له اقطعهم زي ما اطعوك لا قال لهم استمر استمر فكأنك تصفهم المل المل ده اللي هو التراب الساخن جدا بتاع الفرن شوفوا بقى واحد عمال يأكل الرايبه اللي هم مقطعينه تراب في جهنم تراب من تراب الفرن اذا الموضوع طويل والموضوع هام وبعتبر هو اساس المحافظة على وحدة الامة الاسلامية اشتركوا في القناة